هذا مدح وثناء من الله عز وجل على هؤلاء الرسل وهذا ذكر صفة من صفاتهم التي يستهقون بها المدح والثناء وقد أثنى بها الله عز وجل عليهم وهي أنهم يخشون الله وحده ليش؟ لأنهم قد عرفوا الله ومن عرف الله خشي الله إنما يخشى الله من عباده العلماء أن نبي مولو كلا ريا مولو يألالون تباركو تعالى ولا نسلتالى دماء يمنسون كسلتنا على قولة سبحانه وتعالى ألا فنوال سيداتي يولا أقول مول من يالونكو يكا منسطل الله كلا ريا الفتان دي كتالى جون لك يكا سلن على لبوكسلتنا على قولة سبحانه وتعالى وكفى بالله حسيب إن أعيو منجتن إن أعيو منجتن أي تندروك من قطل الله من بأن نبي مولا من قطل كندون للكون هذا نبي مولا من قطل من يالونكو إن نبي مولا سلو لي تندقنا إلى دعوة إلى مول كلا كتالك نبي مولا من هجو كنا أنهم يفردون الله بالخشي فلا يلتفتون لا إلى يمين ولا إلى شمال ولا يأبهون بمن خالفهم أو بمن خذلهم أو بمن ترك نصرتهم لأنهم يخشون الله ولا يخشون أهدا إلا الله فعلى الداعية المحب للخير لنفسه الذي يريد أن يكون داعية بهق أن يتأسى بالأنبياء في هذه الصفة وفي هذا الخلق العظيم الذي هو خشية الله وأن لا تخشى أهدا إلا الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى رب العالمين سبحانه وتعالى إك ألا دمى لجوبه ألو يكسل ولا دمى إك ولن يانينا دمى وافقتهم خالفتهم لا يأبهون بك يأتي كتيفي لك الخير إمن كيفي أميت رفن ولا تنباجل في قصص الأنبياء أقرب الناس إليهم خالفوهم أقرب الناس للأنبياء أعمامهم أبناء أعمامهم أخوالهم خالفوهم وعادوهم فهل ثنهم ذلك أن تبليغ رسالة الله لأنهم يخشون الله ولا يخشون أحدا إلا الله ولا يحبون من أحد لا مدحا ولا حمدا ولا أجرا ولا شكرا إنما يرجون ثواب الله وعظيم الأجر الذي عنده سبحانه وتعالى ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وأنهم يرجون نصرة الله عز وجل والله ناصرهم لأنه قد وعدهم بالنصر فقال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار هذه الصفة التي هي خشية الله وأن لا تخشى أهدا إلا الله ينبغي أن يعيها الدعاة جيدا وخصوصا في زماننا هذا حيث كثر المناوئون للدعوة والدعاة وكثر تلفيق الأكاذيب والأباطيل والاتهامات الباطلة ضد الدعوة والدعاة فلو أن الداعية التفت إلى هؤلاء التفت إلى هؤلاء وتأثر بما يقولونه فيهم من سوء القول وسوء الظن لقعد في بيته وما دعا إلى الله لكن الداعية يتأسى بالأنبياء والمرسلين في منهجهم في الدعوة إلى الله وهو أنهم يفردون الله عز وجل بالخشية ويكلبون رضاه سبحانه وتعالى ولا يكلبون رضا أحد من الناس كما سيأتي إن شاء الله تعالى